سؤال هل يشترط في رمي الجمرات بعد الزوال أن يرمي الحاج بعد صلاة الظهر هذه سنة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي أذن لأهل السقاية ولبعض زوجاته أن يذهبنا وأن يرمينا في وقت الفجر وبعد الفجر وفي الصباح وزي ما قلنا كده القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير وكما حدث منذ عوام قليلة من تدافع ومن ما إلى غير ذلك من حق السلطات المنظمة أن تذهب بالحجاج طالما أن الأمر فيه سعة وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال افعل ولا حرج فلا يتعنت الدعاء ولا الحجاج في الذهاب إلى بعض الواجبات في وقت محدد حتى لا يحدث تزاحم لأن العقل يقتضي من كما هي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومزدلفة نفس المساحة التي كانت في عهد سيدنا رسول الله وعرفة هي نفس المساحة التي كانت في عهد سيدنا رسول الله كل سنة تتزايد الأعداد بتزايد واضح جدا 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 وطبعا كل حضراتكم شفنا ما كنا فيه في العام الماضي وما حدث في الحج من أعداد مهولة وغفيرة جاءت من كل ربوع الدنيا بين الأبيض والأسود والأحمر والعربي والأعجمي وهكذا وعليه فإن الدعوة كالبلاغة البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال والدعوة إلى الله مراعاة مقتضى الواقع حتى لا نؤذي الناس لأن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية والحفاظ على الحجاج مطلب شرعي وواجب ديني ووطني وإنساني ويجب أن نضعه في اعتبارنا حينما نتحدث عن المواقيت التي يذهب فيها الحجاج إلى رمي الجمرات والتي يجلس فيها الحجاج في ميناء ويجب على الإنسان إذا أصبح يفتي في هذه المسائل أن يكون ذا أفق واسع وصدر رحم وأن يتعامل بمنهج محمدي رشيد رحيم يخرج الأمة والناس من ضيق واضطرار إلى سعة واختيار وهكذا